أهلاً 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 وسهلاً بحضراتكم وكل الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا وكل سنة وحياتك طيب كل عام والمصر والإنسانية بخير وسلام كل سنة وانت طيب بمناسبة شم النسيم فيها حاجة؟ شم النسيم عيد وطني مصري قديم لا علاقة له لا بأديان ولا بشرائع حتى لو كان لا علاقة بأديان وشرائع تم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم عشراء لما أخبر من اليهود في يثرب المدينة بأنه يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون أو بني إسرائيل من الفرعون فالرسول السلام كان بإمكانه أن يقول ونا لا شأن لي بهذا ولكن قال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيام فحتى لو كان شم النسيم متعلق بشريعة من الشرائع لا بأس لكن هو الحقيقة عيد وطني قديم والقرآن الكريم أشار إليه ربنا في صورة طاها لما حصلت المبرزة ما بين سيدنا موسى عليه السلام وما بين الصحرة كانوا جايين من أنصنا بصهاج من صعيد مصر وكانوا مشهورين أنزاك بهذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى أخبر يعني المعادل اللي حديده سيدنا موسى بوحي الله تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يعشر الناس ضحى موعدكم يوم الزينة هو يوم الحصاد تتزين الأرض بالظهور والورود والرياحين والناس بالملابس الزهية وينطلقون إلى شاطئ النيل للاستمتاع وكانت البيوت تتزين بسنابل القمح وأنا والله أدركت هذا في صباي أنه كنا نأتي بسنابل القمح وكنا نأتي بحبات الفور نعم كل ذا كان موجود وطوارسنا ولا يزال فهو عيد وطني مصري قديم موعدكم يوم الزينة لكن الذين يكرهون الحياة ويعاندون الحياة ويحكمون بالبدعة والكفر والشرك دي بقى مدنسة معروفة نسأل الله أن يطهر منها مصر والبلاد والعباد هل البهجة والاحتفال تتنافى مع الإسلام نصا وروحا وفقها؟ يا سيد الكريم أنا أشرف أن كان لي كتاب لو أنه نفد اسمه الترويع عن النفس دراسة فقهية مقارنة في جماعة الأزهر فيعني الخلاصة أن صحابي قليل وهو عثمان الخشني رضي الله عنه يهب إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبو بكر نكون عند رسول الله سلم فيعظنا ويذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والضيعات يعني اتشغلنا بمدعبة الأولاد وتنمية الأموال فهل ترى ذلك يا أبو بكر أني نفقت؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والله إني أرى في نفس ما تراه في نفسك هل أم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان ساعة وساعة ساعة وساعة يعني ساعة للجد وساعة للهو أو للترويع عن النفس حتى لا يفهم كلمة الله وغلط وبعدين وليزاك سيدنا علي بن أبو طالب معلقا على هذا قال روحوا عن القلوب ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت ومن هنا يباح نظم الشعر الغناء في حدوده وضوابطه تباح الموسيقى في ضوابطها السفر السياحة ترفل التنقل التصوير بكافة أنواعه المسابقات الثقافية الألعاب الرياضية لكلها ضمنتها كتابي الترويع عن النفس الدراسة الفقهية فهي مشروعة 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 في حدود الأداب العام فأكرر ورجع على العيد الوطني المصر القديم اللي هو عيد شم النسي طيب هاخد من ده وهروح على العيد عيد الفطر إحنا في مصر نسميه العيد الصغير في حاجات ضروري بنعملها في العيد وفي كمان احتفلتنا بالعيد انبسطنا في العيد خروجنا في العيد هل يصح مثلا ده نحن أقول فقه العيد أيه حلو إيه هو بقى فقه العيد ده بسم الله الرحمن الرحيم أولا بفضل الله يمكن هذا العام 1444 هجرية 2023 ميلادية مصر شهدت يعني كوكبة من الآيات الجمعة الماضية كان عند إخوتنا أهل الكتاب المسيحين الأرزوزوكس على وجه الخصوص الجمعة العظيمة أيها عندنا نحن كمسلمين الجمعة اليتيمة ولذلك تقليد من زمان من آيام العهد الملك انه تأذية صلاة الجمعة في مسجد سيد عمر بن العاص في مصر القديمة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك تقليد ده موجود صحيح كان يبقى قلت لك الجمعة العظيمة عند المسيحيين الأرزوزوكس والجمعة اليتيمة عندنا نحن المسلمين أمس كان عيد القيامة المجيد وخالص التهاني هو القيامة المسيحة ورفع المسيحة دعك من التفاصيلات العقادية لكل شريعة أو دين أنا بتكلم عن الإطار العام قام سيد المسيح عليه السلام رفع سيد المسيح عليه السلام المهم أنه ليس في الأرض بل في السماء بس خليك في المشترك ده بالضبط الآن بيعقب طبعا عيد المصري القديم وكل الشعوب لها عياد وطنية أنا مش عارف الجماعة لمدرسة المشاهدين دول يعني مثلا الفرسة عندهم عيد النيروس كان في شبه الجزيرة العربية أسواق قديمة والإسلام لم يلغيها سوق عقاز طبعا سوق المجاز سوق المجنة هو يمكن جاءت المملكة العربية السعودية الشقيقة والحبيبة في نفس الوقت عملت تطوير عملته الجنادرية لها احتفاء بالطراث إحياء أسواق عقاز وزي المجاز والمجنة لا بأس دي أعياد فهنا أنا هقولك بس في الآخر سؤالك الجميل فإحنا إذن في مشتركات ما بين الشعوب والدول أهم شيء هتحرص عليه في فقه العيد المبارك هاخدك لحديث ومشاهدين ومتابعين للبخاري دخل عن السيدة عائشة رضي الله وعلا الطاهرة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عليها رضوان الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان يعني صبيتان دون البلوغ مش أمة لا صبيتان دون البلوغ تغنيان بغناء بعاس يعني زي النشد الوطن الآن أو شعر الحماسة فاتجع النبي صلى الله عليه وآله طبعا لأن ما قام النبي جل عن هذا وما علمناه الشارع وما ينبغله فدخل سيدنا أبو بكر له أبوها عليه رضوان الله فقال معترضا على السيدة عائشة ابنته رضي الله عنه أمزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء قالوا إباء معقبين على هذا الحديث قالوا للأبي أن يؤدب ابنته في منزل زوجها وأمامه ده من فق الأسرة لأن هنا يعني الأسلوب توبيخ من سيدنا أبي بكر كأب لسيدة عائشة ابنته رضي الله عنه قال أمزمارة الشيطان عند رسوله سلم فقال النبي شبق الرحمة المهدى يا أبا يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم نعيد ده في البخاري يا أبا بكر يعني دع الجاريتين تغنيان في بيت رسول الله في حجرة رسول الله فإن لكل قوم نعيد إحنا النهاردة مش عايزين يعني يكون عندنا إحباط واكتئاب والناس اللي عايز أصور الدين الحق بإنه بيعاند الدنيا أرجو أن ينتهي هذا الفكر المتسلف الوافد على الشخصية المصرية خالص التهاني بعيد القيامة المجيد لإخوتنا المسيحيين خالص التهاني للشعب المصري من مسلمين ومسيحيين وغير ذلك بيعيد الوطن القديم شم النسيم خالص التهاني والأماني بقرب حلول عيد الفطر المبارك على مصرنا الحبيبة ومرحى للترويح عن النفس في حدود الأداب الشرعية بنخليك مولانا فرحتنا وأسعتنا وأفدتنا وضربت المدارس المتشددة في مقتل كما جرت العادة نورت وشرفت بارك الله في جملة الدين لا يعاند الدنيا وإنما يصلح من حالها ومن أمرها ومن أمر أهلها تمسكوا بدينكم واستمتعوا بدنياكم ترجمة نانسي قنقر